صباح الخير شباب ببداية هذا الفيديو بحب أقدم اعتداري عن خطأ تقني ورد بأحد الفيديوهات السابقة عنا على القناة ويلي تحدثنا فيه عن عدد أنوية المعالج وكان وقتها الخطأ أنه عدد المسارات هو نفسه عدد أنوية المعالج لذلك بحب كرر اعتداري عن هذا الخطأ وهذا هو الفيديو وقته كان موجود عنا على القناة وحقق وقته 25 ألف مشاهدة قبل 3 سنين واليوم رح نقدم فيديو نتدارك في هاي المعلومة التقنية الخطأ ونتكلم فيه عن المعلومات التفصيلية عن المعالج كيف فينا نعرف سرعة المعالج عدد أنوية المعالج عدد المسارات أو الخيوط في المعالج وفائدة الكاش في المعالج وأكيد يا شباب قبل ما نبدأ بالفيديو عاطوني لايك عليه لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية بالبداية شباب زبنا نعرف المعالج ما هو المعالج ما هي وحدة المعالج المركزية هي قطعة تمكن الكمبيوتر من التفاعل مع جميع التطبيقات والبرامج المثبتة حيث تفسر وحدة المعالج المركزية تعليمات البرنامج وتنشئ المخرجات التي تتفاعل معها عند استخدام الكمبيوتر أما زبنا نتحدث عن سرعة المعالج تقاس سرعة تنفيذ وحدة المعالج المركزية في أجهزة الكمبيوتر بالميجا هيرتز أي ملايين التعليمات في الثانية وأيضا بالجيجا هيرتز أي مليارات التعليمات في الثانية سرعة المعالج تقاس بما يتم حل السؤال به ويعود سبب استخدام وحدة الميجا هيرتز لقياس سرعة المعالج لأن الميجا هيرتز يستطيع قياس عدد المرات التي يتكرر فيها الشيء أثناء الثانية الواحدة عدد الأنوية في المعالج النواة في المعالج هي العقل الذي يقوم بالعمليات الحسابية وتنفيذ المهام فكل نواة يمكنها القيام بعملية واحدة في نفس الوقت لهذا قامت شركة انتل بتطوير معالجات يمكنها القيام بعدة مهام في الوقت ذاته حيث قامت بصنع الدول كور وهو معالج ثناء النواة ثم قامت بصنع الكواد كور الذي يحتوي على أربع أنوية فتعدد الأنوية هذا يفيد كثيرا في تعدد المهام فكل نواة تستطيع أن تقوم بمهمة مختلفة عن الأخرى وإنجاز العمل المطلوب بشكل أسرع ولكن كثرة عدد الأنوية هذا يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل مثل الاستهلاك العالي للطاقة ودرجات الحرارة المرتفعة وهلأ من انتقل لعدد المسارات أو الخيوط شرح تقنية الهايبر ثريدينج ببساطة هذه التقنية تقوم بتقسيم كل نواة حقيقية إلى نواتين افتراضيتين فتتمكن كل نواة من تأدية عمليتين في الوقت ذاته وهذه تعتبر ميزة مهمة لتشغيل البرامج متعددة المهام بسرعة أكبر نستطيع القول أن المسارات عبارة عن أنوية افتراضية فكما وضحنا سابقا الأنوية تكون موجودة بشكل مادي على المعالج المركزي أما المسارات فهي ليست موجودة بشكل مادي ولا تستطيع أن تراها لأنها في الأصل تقنية برمجية يعني عندي معالج فيزيائي واحد به أربع أنوية فيزيائية فتتم قراءة النظام له كأثمن معالجات وهلأ مننتقل يا شباب للكاش في المعالج ذاكرة الكاش أو ذاكرة التخزين المؤقت أو ذاكرة التخزين الإضافية أو ذاكرة وحدة المعالج المركزية هي أحد أنواع الذاكرة الموجودة في الحاسوب وتمتاز بسرعتها الفائقة ويمكن للمعالج الوصول إليها بسرعة أكبر من ذاكرة الوصول العشوائية العادية ويتم اللجوء إليها لتخزين التطبيقات والبرامج الموجودة لمعالجتها وذلك ليكون التعامل معها سريعا وسلسا كما يوجد العديد من الأهداف لها مثل تخزين الأجزاء النشطة من البرامج والتطبيقات وتسريع جهاز الحاسوب توجد ذاكرة الكاش بالقرب من وحدة المعالج المركزية إما على شريحة وحدة المعالج المركزية نفسها أو على اللوحة الأم في المنطقة المجاورة مباشرة لوحدة المعالج المركزية ومتصلة بواسطة ناقل بيانات مخصص لذلك يمكن قراءة التعليمات والبيانات منها وكتابتها بسرعة أكبر بكثير مما هو الحال مع ذاكرة الوصول العشواء العادية الرام وكما ذكرنا سابقا لذاكرة الكاش العديد من الوظائف أهمها مما يأتي الاحتفاظ مؤقتا بالبيانات والتعليمات التي من المحتمل أن يعيد المعالج استخدامها تقليل الوقت المطلوب للوصول إلى المعلومات من الذاكرة الرئيسية تمكين المعالج من استرداد البيانات بسرعة مما يجعل النظام العام أكثر كفاءة وهلأ مننتقل للزبدة بهذا الفيديو كيف فيني أعرف عدد الأنوية والمسارات بالمعالج الخاص يلي عندي الطريقة بسيطة وعلى الشكل التالي إما عن طريق الضغط على شريط المهام تحت بالزر اليميني ومن ثم مدير المهام ومن ثم الانتقال إلى الأداء بنفس الطريقة عن طريق مربع البحث عندي هون فيني أكتب إدارة المهام منلاحظ أنه طلعت عندي فوق بأعلى نتائج البحث بضغط عليها وبتفتح كذلك الأمر وبنتقل عند الأداء وإذا كان عندك نظام التشغيل باللغة الإنجليزية بإمكانك عن طريق مربع البحث تضغط تاسك مانيجر ولكن عندي كونه باللغة العربية ما حتظهر عندي بنتائج البحث وكذلك الأمر في طريقة ثالثة للوصول لإدارة المهام عن طريق الضغط على ألت وكنترول وديليت تظهر لي هاي الواجهة في عندي هون عبارة مدير المهام وبعد ما ظهرت عندي واجهة إدارة المهام بنتقل عند تبويب الأداء كما ذكرنا سابقا وبعلم على وحدة المعالجة المركزية مثل ما أنا شايفين بالتبويب عب يعطيني الاستخدام الخاص بالمعالج بشكل عام وأكيد رح يعطيني السرعة الأساسية 2.6 جيجاهرتز هاي السرعة الخاصة بالمعالج العبارة الثانية اللي تحتها مأخذ التوصيل واللي هو واحد يعني عندي معالج واحد متصل على اللوحة الأم معالج حقيقي واحد بعد المنها بيجي عندي مراكز المعالجات واللي هي الكورات عندي أربع كورات بقلب هاد المعالج بعد المنها عندي المعالجات المنطقية يلي هي المسارات أو الخيوط منلاحظ عندي هون انه شايفون أربعة بنفس عدد الأنوية لأنه اللوحة عندي هون ما بتدعم تعدد المسارات وبالنهاية عندي ذاكرة التخزين المؤقت ال L2 أو ال L3 ويلي هي الكاش ومتل ما اننا شايفين الكاش عندي هو 6 ميجا وأكيد يا شباب كل ما كبر الكاش وكل ما كترت عدد الكورات بالمعالج كل ما زادت سرعة المعالج وكل ما زاد أداء جهاز الحاسوب وهلأ رح نعرض صورة لمعالج آخر ولكن الواجهة باللغة الإنجليزية مثل ما ذكرنا Task Manager Performance ومنلاحظ أنه المعلومات الخاصة بالمعالج بهذا المكان بعد ما ضغطنا على ال CBU منلاحظ عاطيني المكسيموم سبيد 3000 جيجا هيرتز السوكت يعني كم معالج حقيقي يراكب عندي على اللوحة هو واحد فقط أما بالنسبة للكورز اللي هنن الأنوية منلاحظ أنه عندي 8 أنوية بهذا المعالج 8 أنوية حقيقية داخل المعالج أما بالنسبة لعدد المسارات أو الخيوط منلاحظ أنه اسمهم هون Logical Processors منلاحظ أنه 16 مسار ضعف عدد الأنوية كما ذكرنا سابقا بالفيديو وأخيرا عننا الكاش ومتل ما إنا شايفين L3 كاش 20 ميجا بهذا المعالج وبنهاية الفيديو يا شباب أحب لكم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية وإلى اللقاء فید família